ست وسبعون فصيلا مسلحا مدعوما من قبل إيران تم تحديدهم بالاسم وتحديد منطقة سيطرتهم طالبت أمريكا العراق بتفكيكهم ونزع السلاح منهم بدوره طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مهلة من أمريكا للتوضيح إلا أن الطلب الأمريكي كان مقترنا بشرط واضح وبسيطة عقوبات على العراق ستكون أقسى من العقوبات على إيران أن لم يتم تفكيك هذه الفصائل الطلبات المقدمة من قبل الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية بخصوص الفصائل المسلحة ترد بها قبل كل شيء الاستقلال الكل للبلد يجب أن تكون هناك إرادة حرة كاملة للحكومة العراقية وأيضا كان المطلوب أن تكون السلاح بيد الدولة فبوجود الفصائل المسلحة قد تؤثر على عمل الأجزاء الأمنية خيارات رئيس الوزراء العراقي عدل عبد المهدي شبه معدومة أمام الموخف الأمريكي الحازم بتفكيك الميليشيات خاصة في ظل ضعف قدرته على مساعدة حليفته إيران عند طلب حكومة أمريكية بسحب ميليشيات في العراق ومن مناطق الحساسة ومن مراكز المدن نحن نرى أن هذا الطلب ليس جدي وإنما شبه سيناريو بين حكومة أمريكية والحكومة العراقية الآن نحن نتصورها أمريكا والجيش الأمريكي يريد أن يقلل أو تقليم الأضافة لإيران وليس ضربها المطالبات الأمريكية للعراق بشأن تقليص التواجد الإيراني باتت أكثر حزبا خاصة في ظل التوجه لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في الرماد وتخريتا وكركوكا إضافة إلى احتمالية توجيه ضربة لإيران من الأراضي العراقية والأوامر اليوم بتجميد وتفكيك الفصائل العراقية التابعة لإيران هي تمهيد لمثل هذه الضربة سعدون السلطان أورينت نيوز كركوكا ترجمة نانسي قنقر